بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة في الله الحقيقة آيات كثيرة تبعث في داخلك الأمل وتقضي على الاكتئاب والخوف تماما انظروا إلى سيدنا يعقوب عليه السلام وهو في قمة يعني ينبغي أن يكون محبطا بعدما فقد أحب أولاده إليه وفقد ولده الآخر وكل من حوله يأس من إيجاد ابنه يوسف أنه مات وانتهى الأمر ولكن ماذا قال قال فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين دعونا نتأمل عندما ترتل وتقرأ هذه الآية وتكررها في حياتك فإن هذا سيكون من أفضل القناعات التي ستغير حياتك تماما الاكثار من هذه الآية يساعدك على اتخاذ القرار السليم لأنك تثق بالله سبحانه وتعالى وحفظه لك ولأهلك وأولادك وتجارتك وكل شيء من حولك هذا الدعاء يعطيك راحة نفسية ويخلصك من القلق وتزيد ثقتك بالله كذلك هذا الدعاء أو هذه الآية تساعد على إرجاع ما فقدته من صحة أو رزق أو فرصة عمل ويمنحك قوة واطمئنان لتشعر بمزيد من السعادة كذلك هذه الآية وتكرار هذه الآية تعينك على الاستغناء عن الناس والالتجاء إلى الله عز وجل أخي المؤمن اجعل هذه الآية منهجا لك في حياتك وبالتالي لا تعرف بعدها الخوف أو الحزن أبدا لأنك تعتقد أن الله هو الذي يحفظ ولدك مالك تجارتك بيتك كل شيء خاص بك أو تحبه أو تخاف عليه أو تخشى عليه الله هو القادر على حفظه لو أنك وثقت تمام الثقة بهذه الآية سوف تعيش حياة سعيدة جدا ومرتاح جدا ومطمئن لذلك كرروا هذه الآية كلما أحسستم بالقلق أو الاكتاب أو الخوف من أي شيء فالله خير حافظة وهو أرحم الراحمين